اشتركوا في القناة السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاماً ليل إلى ليل يبدي علماً خلق الله السماوات وخلق الأرض وجبل الإنسان من ترابها ثم نفخ فيه نسمة الحياة خلق إله المحبة الرجل والمرأة على صورته ومثاله ليكون على علاقة معه في البداية عبد الإنسان الله وكرمه وعاش معه في علاقة سجان واستمر هذا إلى يوم حاول فيه الشيطان إغراء المرأة لتأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر ثم أعطت للرجل الذي أكل بدوره وبهذا تمرد الإنسان على إرادة الله وفعل ما يريد نتيجة لخطيته انفصل الإنسان عن الله وترد من جنة عدن لكن الله لا زال يحب الإنسان فلم يقصد الله مطلقاً أن ينفصل عن خليقته لكن كيف يمكن لإله عادل كلي القداسة أن يتغاضى عن خطية الإنسان؟ في الكتاب المقدس يكشف الله لنا عن خطته لخلاص العالم من حكم هذه الخطية وأحد أوائل من اكتشفوا خطة الله هذه كان إبراهيم خليل الله كان إبراهيم رجلاً باراً وعده الله بأن يبارك نسله ويجعله كرمل البحر وكنجوم السماء عدداً وليمتحن الله طاعة إبراهيم طلب الله منه أن يقدم ابنه وحيده ذبيحة له وضع إبراهيم ثقته بإلهه وسعى لطاعته لكنه ما إن رفع سكينه ليضحي بابنه حتى أوقفه ملاك من الرب إذ علم الله أن إبراهيم يخشاه ويطيعه ورأى إبراهيم كبشاً عالقاً في شجيرة فقدمه ذبيحة لله عوضاً عن ابنه هكذا أوضح الله لإبراهيم أن الذبيحة يمكن أن تكون كفارة مؤقتة عن خطية الإنسان إلى أن يقدم الله لنا ذبيحته الأسمى تكفيراً عن خطايا الجنس البشري وبدلاً من أن تفصل الخطية الإنسان عن الله ستعيد ذبيحة الله هذه العلاقة تحدثنا كلمة الله عن من كان سيأتي ليكون الذبيحة الأسمى تكفيراً عن خطايا العالم فكما كان الكبش ذبيحة عوضاً عن ابن إبراهيم هكذا ستكون هذه الذبيحة عوضاً عن الإنسان ليمكنه أن ينال غفران الله كان البعض يسمون هذه الذبيحة المسيحة أي من سيأتي ليصالح العالم بالله إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر تنبأ الأنبياء كثيراً عن ذلك المسيحة قبل قدومه للأرض بمئات السنين فقد أخبرنا النبي إشعياء أن ميلاده سيكون ميلاداً معجزياً فالعذراء ستحبل بطفل وسيدعى بحسب نسله الروحي ابن الله وتنبأ النبي ميخاً بأن مولد المسيحة سيكون في مدينة بيت لحم وأخبرنا النبي زكرياً أن هذا المسيح سيدخل أورشالي مراكباً ابن آتان كما سيخونه يهوذاً أحد تلاميذه تنبأ إشعياء بما سيفعله المسيح عند قدومه إذ قال إن مسيح الرب سيبشر المساكين وسيعز منكسر القلب واهباً الحرية لأسرى الخطيئة معلناً حلول اليوم الذي سيخلص فيه الرب شعبه من هو المسيح إذن؟ في القرن الأول للميلاد جاء للأرض نبي اسمه يسوع اعتقد البعض أنه كان من تحدث عنه الأنبياء لكن هل كان كذلك حقاً؟ هل تحققت فيه جميع النبوات؟ هل كان يسوع أعظم من مجرد نبي؟ سنرى الآن قصته كما رواها لنا شهود عيان وسجلوها في الوحي المقدس هنا يؤدي لنا ممثل دور يسوع مع أنه ليس من إنسان يستحق هذا الدور لكن كان هذا ليمكننا أن نفهم حياة يسوع ونتعلم منها أيها الأصدقاء سنتحدث إليكم عن الأمور التي حدثت منذ البداية لكي تعرفوا صحة التعليم والحق الذي أتى به يسوع المسيح في أيام أغسطس قيصر إمبراطور روما لما كان هيرودس الكبير ملكاً على اليهودية أرسل الله جبرائيل الملاك إلى عذراء في مدينة الناصرة وكان اسم العذراء مريم لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع كيف يكون هذا؟ أنا عذراء الروح القدس يحل عليك فلذلك القدوس المولود منك يدعبنا الله ولن يكون لملكه نهاية فذهبت مريم لزيارة قريبتها التي حملت هي أيضاً طفلاً بمعجزة إلهية أليس بات مريم نسيبة مريم مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني تعظم نفسي الرب إلهي وتبتهج روحي بالله القدير مخلص فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني ليكن معلوماً لديكم يا جميع سكان الناصرة أنه بأمر أغسطس قيصر سيتم إحصاء جميع سكان منطقتين الجليل واليهودية وعلى كل واحد أن يسجل في القرية أو المدينة التي ينتسب إليها فذهبت مريم إلى بيت لحم في اليهودية لتسجل مع يوسف خطيبها لكنهما لم يجد مكاناً لهما في بيت لحم سوى حظيرة وضعة وكان في تلك المنطقة رعاة يحرصون قطعان أغنانهم ليلاً وإذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فجاء الرعاة مسرعين ليروا الطفل المولود المتجع في المذود فكانوا أول من نشر الإنجيل أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص وبعد أسبوع لما حان وقت ختان الصبي سمي يسوع ثم صعد يوسف ومريم بالطفل إلى أورشاليم ليقدمه للرب وكان في الهيكل رجل تقي اسمه سمعان كان تدعوحي إليه بالروح أنه لن يرى الموت قبل أن يرى المسيح المخلص الآن تطلق عبدك يا رب حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك هذا الطفل مختار من الله ليبارككم الله ولما أكملا كل شيء بحسب شريعة موسى ترك أورشاليم ورجعوا إلى الناصبة ولما بلغ يسوع 12 سنة صعد به يوسف ومريم إلى أورشاليم لأجل عيد الفصح ولكن عند رجوعهما ظناه بين الرفقة لكن يسوع تأخر عنهما فرجع إلى المدينة يبحثان عنه وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل في وسط المعلمين والشيوخ ابن من هذا الذي يسأل أسيلة كهذه؟ إنه من الناصرة ظن أنه غادر معنا اعذروا غيرته وجميع الذين سمعوه اندهشوا من كلامه يا بني لماذا فعلت بنا هذا؟ أنا وأبوك كنا نبحث عنك بقلق شديد لماذا تبحثان عني؟ ألا تعلماني أن علي أن أهتم بأمور أبي؟ فعاد معهما إلى الناصرة وكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس ترجمة نانسي قنقر في السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر تباريوس لما كان بلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودوس حاكم على الجليل وحنان وقيافة رئيسي الكهنة جاءت كلمة الله إلى يحناف البرية فذهب إلى كل المنطقة المحيطة بنهر الأردن يكرزوا بمعمودية التوبة لمخفرة الخطايا توبوا عن خطاياكم واعتمدوا فيغفر الله لكم خطاياكم هذا ما قيل على فم النبي إشعياء صوت صارخ في البرية ينادي أعدوا الطريق للرب إلهنا واجعلوا طرقه ممهدة ليرتفع كل واد وكل جبل وتل ينخفض فتصير الطرق المعوجة مستقيمة والدروب الوعرة سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ أولاد الأفاعي ماذا تريدنا أن نفعل؟ من له ثوبان فليعطي واحداً لمن ليس له ومن لديه طعام فليفعل ذلك يا معلم نحن جبات ضرائب ماذا نفعل؟ لا تستوفوا أكثر مما يجب ونحن ماذا عنا؟ ماذا نفعل؟ لا تأخذوا مال أحد بالقوة ولا تتهموا أحداً زوراً واكتفوا بأجوركم قل لنا هل أنت هو المسيح؟ أنا أعمدكم بماء لكن يأتي من هو أعظم مني الذي لست أهلاً أن أحل رباط حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي مذراته بيده ليفصل بين القمح والتبن ويجمع القمح إلى مخزنه موسيقى 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 ونزل عليه الروح القدس في هيئة حمابة وجاء صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بيكا سوريرت ولما ابتدأ يسوع خدمته كان يبلغ نحو ثلاثين سنة ورجع من نهر الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس وفي كل تلك الأيام لم يأكل شيئا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا مكتوب أنا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ثم أصعده إبليس وأراه جميع ممالك العالم إليك أعطي كل هذا السلطان والمجد لأنه قد صار لي وأنا أعطيه لمن أريد كل هذا سيكون لك إن سجدت لي مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم أخذه الشيطان إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل إن كنت ابن الله فالق نفسك من هنا لأنه مكتوب إن الله يرسل ملائكته لكي يحفظوك وإنهم على الأيدي يحملونك لكي لا تصدم بحجر رشلك يقول الكتاب لا تجرب الرب إلهك وجاء إلى الناصرة حيث كان قد ترمى مرحباً أهلاً ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت فدعاه الشيوخ ليقرأ من سفر النبي إشعياء اللحظة خلال لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأطلق المنصحقين أحراراً وأكرز بأن الوقت قد أتى ليخلص الرب شعبه كالهبو حصن اليوم قد تم هذا الكلام الذي سمعتم ماذا تم اليوم؟ ولكن المسيح هو الوحيد الذي يتمم هذا كيف نتأكد من هذا؟ لابد ستقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشفي نفسك وستقولون لي افعل هنا في وطنك ما سمعنا عنه في كفر ناحوم أقول لكم ليس نبي مقبولاً في وطنك وبهذا الكلام أعلن يسوع أنه هو المسيح الملك الذي اختاره الله ليخلص الناس من خطاياهم وعقابها إلا أن أهل الناصرة لم يؤمنوا به فأرادوا أن يطرحوه عن الجبل أما هو فجاز في وسطهم ومضى في طريقه وجاء إلى كفر ناحوم وهي مدينة في الجليل كان الاحتلال الروماني واضحاً في كل مكان وتاق الشعب إلى المسيح ليحرره من هذا الطغيان بسرعة سلام لك ولك يا معلم هل أركب يا سمعان؟ تفضل هل سيتركنا؟ تكلم إلينا تكلم إلينا تكلم إلينا يا يسوع إنساناني ذهبا إلى الهيكل ليصليا أحدهما فرسي والآخر عشار أما الفرسي فوقف يصلي في نفسه أنا أشكرك اللهم أني لست مثل باقي الناس الظالمين الزنات وأشكرك أني لست مثل جاب الضرائب هذا أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم لك العشر من مالي أما العشار فوقف بعيداً ولم يشأ رفع وجهه نحو السماء بل قرع على صدره قائلاً اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن العشار وليس الفرسي عاد إلى بيته مبرراً أمام الله لأن كل من يرفع نفسه يتضع وأما من يضع نفسه فيرتفع أدخل بالسفينة إلى العمق ثم ألقو شباككم للصيد آه يا معلم لقد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئاً لكن أنت قلت سألقي الشبكة الآن يا عقوب يوحنا يا عقوب يوحنا تعال يا بي طريبكما وسعيدانا هيا إننا مسهولون بصيدنا ستغلقون السفينة بصيدكم أخرج من سفينتي يا رب أخرج من سفينتي يا رب أنا رجل خاطئ لا تخف من الآن تكون صياداً للناس تعالوا إلي واستمعوا لكلامي اسمعوني فتكون لكم حياة اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه وفاعل الإثم أفكاره ويرجع إلى الرب فيرحم لأنه يكثر الغفران فتذهبون بفرح وتنقادون بالسلام يسوع يسوع ها هو آدم إنه هنا أخره يسوع سيدي أرجوك أن تنقذ ابنتي الوحيدة ارحمها يا سيد أمرها 12 سنة وهي تحتضر أرجوك تعال معي يا أيروس أنا آسف يا يسوع ابنتك قد ماتت لا تتعب المعلم لا تخاف آمن فتشفى ابنتك اللقاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تخبروا احدا بما حدث بعد هذا خرج وراء جابي ضرائب اسمه متى جالسا عندما كان الجباية لاستلام الضريبة اشتركوا في القناة اتباني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصعد يسوع الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة ولما حل النهار دعا تلاميذه الاثني عشر الذين دعاهم رسلاً وهم سمعان الذي سناه بطرس وانراوس وانراوس اخاه يعقوب ويوحنى فليبوس وبرثلماوس متى وتومة يعقوب بن حلفة موسيقى وسمعان المدعو الغيور موسيقى ويهوذ أخا يعقوب موسيقى ويهوذ الإسخريطي الذي سلمه فيما بعد موسيقى 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 تباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله تباكم أيها الجياع لأنكم ستشبعون تباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستفرحون تباكم إذا أبغضكم الناس ورفضوكم وأهانوكم واتهموكم بالسوء لأجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء 16 17 18 19 20 هذا كل ما أملك ماذا تقصد بأن هذا كل ما تعملك؟ لا يريد أن يكون غنياً لابد من أنه مجنون ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتكون ويل لكم إن مدحكم الناس لأن آباءهم هكذا فعلوا بالأنبياء الكذبة لكني أقول لكم أيها السامعون أحب أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لعينيكم صلوا لأجل المسيئين إليكم من ضربك على خدك الأيسر فعرض له الآخر أيضاً ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك كل من سألك أعطيه ومن أخذ ما لك فلا تطالبه به افعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم لأن الخطاط يفعلون هذا أيضاً وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم حتى الخطاط يفعلون هذا كيف يلمسها؟ كيف يتحدث إليها؟ يا للعار لا أحب أعداءكم أحسن لهم أقردوا ولا ترجوا شيئاً فيكون لكم أجر عظيم وتكون بني الله العلي فأنه منعم على الشاكرين والأشرار فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم خلصنا يا يسوع لا تحكموا فلا يحكم عليكم لا تدينوا فلا تدانوا أنتم اغفروا يغفروا لكم أرشدنا يا رب أعطوا فتعطوا أنتم أيضاً لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم لا يمكن لأعمى أن يقود أعمى وأنفعل يسقطوا الاثنان في حفرة ولماذا ترى عيوب أخيك؟ أما عيوبك أنت فلا تفطنوا لها معلمنا يا معلم نحتاج إليك يا رب طوبة للأم التي ولدتك وأرضعاتك بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه من يكون هذا الرجل؟ أتظن أنه المسيح؟ ودع الفريسي يسوع إلى بيته لتناول العشاء معه فذهب معه وجلس ليأكل هيا يا أولاد أخرجوا الآن هل سمعتم؟ اذهبوا إنهم أولاد المساجون ماذا تفعل هذه هنا؟ لا أدري ماذا تفعل هذه؟ لو كان نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وكم هي فاسدة الأخلاق؟ أنا أعرف من هذه المرأة يا سمعان ولكن اسمعني كان لمدين مديونان أحدهما بخمسمائة والثاني بخمسين وإذ لم يمكنهما سداد الدين سامحهما فمن منهما سيحبه أكثر؟ الذي سامحه بالدين الأكبر على ما أظن صحيح أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما أن لم تعطني لغسل رجلي أما هي فغسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني أما هي فمكفت عن تقبيلي رجلي بزيت لم تدهن أنت رأسي وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا ومن يغفر له قليلا يحب قليلا مغفورة لك خطاياك إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام وبعد ذلك كان يسوع يجول مبشرا بملكوت الله ومعه الاثنى عشرة الميذا وبعض النساء اللواتي كنا قد شفين من الأرواح النجسة مريم التي تلقب بالمجدلية يونى امرأة خوزي وكيله رودوس وسوسنة وأما هيرودوس حاكم الجليل الروماني فكان قد ألقى يحنى المعمدان في السجن لأنه أدان زواجه من امرأة أخيه أخبرني ومن باب مدينة نايين خرج موكب جنائزي وكان الميت ابنا وحيدا لأرملة ولما رآها يسوع أشفق عليها فلمس النعش وقال أيها الشاب لك أقول قم فقام شاب الميت ثم أعاده إلى أمه سأله هل أنت المسيح الذي ننتظر قدومه أم ننتظر شخصا آخر أم ننتظر شخصا آخر يا معلم يا معلم يحنى أرسلنا لنسألك هل أنت المسيح المنتظر أم ننتظر قدوم غيرك اذهبا واخبراه بما رأيتما العم يبصرون والعرج يمشون وطوب لمن لا يشك فيه أبدا أبي ارفعني اسعد على كتفي هل تراه الآن؟ إني أرى يسوع خرج الزارع ليزرع أرضها وفيما هو يزرع سقطت بذور على الطريق فداستها الأقدام وأكلتها طيور السماء وسقط بعضها على الصخر فلما نبتت جفت لأنها لم تجد ماء وسقط بعضها وسط الشوك فنبت معها الشوك وخنقها وسقط بعضها في الأرض الجيدة ولما نبتت أثمرت كل حبة ما أتى ضعف يا معلم لماذا تكلم الناس دائما بالأمثال؟ أهب لكم أن تعرف أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون هذا تفسير المثل البذور هي كلمة الله والساقط منها على الطريق هم الذين يسمعون ولكن يأتي إبليس ويأخذ الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا ويخلصوا والساقط على الصخر هم الذين يسمعون كلام الله بفرح لكنهم بلا جذور فيؤمنون إلى حين فقط وحين تأتي التجارب يرتدون والساقط على الشوك هم من يسمعون لكن هموم ومتع هذه الحياة تخنقهم لذلك لا يثمرون والساقط على الأرض الجيدة هم من يسمعون كلمة الله فيحفظونها في قلوبهم ويثبتون بها ويثمرون ليس أحد يشعل مصباحا ثم يغطيه بل يضعه في مكان عال ليستنير به الداخلون ليس خفي إلا وسيعلن ولا مكتوم إلا ويعلم فانتبهوا لما تسمعونه لأن كل من له سيعطى وأما من ليس له فالذي يظنه له سيؤخذ منه يا معلم أمك وإخوتك وقفون في الخارج يودون رؤيتك أمي وأخوتي هم من يسمعون كلمة الله ويعملون بها وفي أحد الأيام ركب يسوع قاربا مع تلميذه وقال لهم لنعبر البحيرة وفيما هم يبحرون نام يسوع عين 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 يا أبو علم يا أبو علم يسوع نوشك أن نموت الأبواج تغمرنا أنقذنا يا يسوع يسوع سيخدسنا أين إيمالكم؟ ثم عبروا البحيرة إلى منطقة الجدريين على الضفة المقابلة للجليل يسوع يا ابن الله العلي ماذا تريد مني؟ أرجوك لا تعذبني ما هو اسمك؟ اللاجئون نهجوك لا ترسلنا إلى الجحيم دعنا ندخل في قطيع الخنازير هاي عودي إلى هنا توقفي توقفي وخرجت الشياطين من الرجل عودي ودخلت في الخنازير ارحل عنا ارحل عنا أيها الساحر اتركنا ابتعدوا عن هذا المكان اتركنا ابتعدوا من هنا أتبعك أينما تذهب دعني أتبعك بل اذهب واخبر بما صنع الله بك فابتعد يسوع والتلاميذ عن الناس وتوجهوا إلى مدينة بيت صيدة وحين عرف الناس بهذا تبعوه إلى هناك موسيقى 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 وفي آخر النهار قال بطرس يا سيد اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة من هنا ليجدوا طعاما فيها فهذا مكان خلاء أعطوهم أنتم شيئا ليأكلوا لكن لدينا خمسة أرغفة وسمكتان فقط مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون يا من تخرج خبزا من الأرض هذه المعجزة غير مقبول ترجمة نانسي قنقر من يقول الناس أني أنا؟ البعض يقول إنك يحنى المعمدان وآخرون يقولون إنك النبي إليا وأناس يقولون إنك أحد الأنبياء القدماء وقد عاد للحياة وأنتم ماذا تقولون عني؟ أنت هو المسيح لا تخبر أحدا بهذا ينبغي أن يتألم ابن الإنسان ويرفض وأن يموت أيضا وبعد ثلاثة أيام يقوم حيا ترجمة نانسي قنقر لك كل حميم من منكم سيتبعني؟ أنا أتبعك يا سيد ولكن علي أولا أن أوضع أهل بيتي من يضع يده على المحراث ويلتفت للوراء لا يصلح لملكوت الله من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني من أراد أن يخلص حياته سيخسرها ومن ينفقها لأجلي سيربحها ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي سأستحي أنا به يوم أجيء في مجدي ومجدي الآب والملائكة القديسين الحق أقول لكم بينكم هنا أناس لن يموت حتى يروا ملكوت الله وجهك لي ثم أخذ يسوع معه بطرس ويحنى ويعقول وصعد إلى جبل لكي يصلي وبينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإليا الذان ظهرا بمجد سماوي أنت ستتمم قصد الله وستموت في أرشالين وبينما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم ما أجمل أن نكون هنا لنصنع ثلاثة خيام لك واحدة وعندما تكلم بطرس ولموسى واحدة نزلت سحابة وظللتهم فخاف التلاميذ وجاء صوت من السماء قائلا هذا ابن الذي اخترته له اسمعوا يا معلم يا معلم انظر إلى ابني أرجوك أن تساعد فهو ابني الوحي طمطت من تلاميذك إخراج الشيطان منه فلم يقدر أيها الجيل العديم الإيمان إلى متى أبقى معكم وأحتملكم أحضر ابنك أحضر ابنك أحضر ابنك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسألوا يأخذ ومن يطلبوا يجد وكل من يقرعوا يفتحوا لها هل بينكم أب يعطي ابنه حجرا انطلب منه خبزا أو يعطيه حية انطلب منه سمكة إذا كنتم أنتم تعطون عطايا جيدة لأولادكم أفلا يعطي الآب السموي الروح القدس للذين يسألونه أقول لكم لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون فالحياة أكثر من مجرد طعام والجسد أكثر من مجرد لباس انظروا إلى الطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تجمعوا في مخازن لكن الله يقيتها فكم أنتم أفضل جدا من الطيور من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره إن كان لا يمكنكم هذا فلما تنشغلون بالباقي تأملوا الورود كيف تنمو إنها لا تتعب ولا تغزل حتى سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة مثلها إن كان الله يلبس هذا العشب الذي سيرمى غدا في النار هكذا فكم بالحري سيهتم بلباسكم يا قللي الإيمان يا رب زد إيماننا لو كان لكم إيمان بقدر حبة خردل وقلتم لهذه الشجرة انقلع من جذورك وانغرس في البحر فستطيعكم اشتركوا في القناة لا بد للعثرات أن تأتي لكن ويل لمن يتسبب بها خير له أن يعلق برقبته حجر ويرمى في البحر بدلا من أن يكون عثرة لأحد هؤلاء الصغار ماذا يشبه ملكوت الله؟ إنه يشبه حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله فنبتت وصارت شجرة تعشش الطيور في أغصانها لست أفهم ما يقوله لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم أتي لأدعو أبراراً للتوبة بل الخطاط أخبرنا أكثر عن ملكوت الله هل من مزيد؟ لا تخافوا أيها الأحباء لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا ما تملكون وعطوا مالكم للفقراء واكنزوا لأنفسكم كنوزاً في السماء كنوزاً لا تبلى أبداً حيث لا يصل لصوص إليها ولا يفسدها السوص فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك يا مرأة لقد شفيت من مرضك انظروا لقد شفيت إنها معجزة تعادوا وانظروا المجد لله ما هذا مرض طويل يحفظك الله هناك ستة أيام يحل فيها العمل ويمكننا أن نأتي فيها للاستشفاء ولكن ليس يوم السبت أيها المناثكون من منكم لا يهل ثوره أو حماره ويأخذه ليسقيه في يوم السبت؟ هذه امرأة من نسل إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشر عاماً أفلا تفك من هذا القيد في يوم السبت؟ أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأنال الحياة الأبدية؟ لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس صالح إلا الله أنت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك كل هذه الوصايا قد أطعتها منذ صغري ينقسك شيء واحد فقط بها أملاكك وأعطي ثمنها للفقراء فيكون لك كنز في السماء ثم تعال واتبعني ولكننا تجار أغنياء ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله فأن دخول جمل من ثقب إبرا أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله فكيف نخلص إذن؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله لكن متى سيأتي ملكوت الله؟ لا يأتي ملكوت الله بمراقبة العلامات ولا يقولون انظروا إنه هنا أو هناك فملكوت الله في داخلكم سيأتي زمان تتمنون فيه رؤية يوم من أيام ابن الإنسان لكن لا ترون فكالبرق الذي يلمع عبر السماء ليضيئها من جهة لأخرى هكذا يكون مجيء ابن الإنسان لكن قبل هذا ينبغي أن أتألم وأرفض من أبناء هذا الجيل زوال السماء والأرض أسهل من سقوط نقطة واحدة من الشريعة أنبياء وملوك كثيرون تمنوا أن يروا ما ترونه ولم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يقدروا فماذا نفعل؟ ماذا تقول الشريعة؟ كيف تفهمها؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وتحب قريبك مثل نفسك أحسنت أعمل بهذا فتحيا ومن هو قريبي؟ ليس هؤلاء الجنود وماذا عن قيصر؟ كان رجل مسافرا من أرشليم إلى أريحة فهجمه اللصوص وضربوه وسلبوه وتركوه بين حي وميت فمر بالقرب منه كاهن ولما رآه مشى على الجانب الآخر بعدها مر الرجل من خدام الهيكل فلم يقترب منه واستمر ماشيا في طريقه ثم مر به رجل سامري غريب ولما رآه أشفق عليه واقترب منه وداواه ودهن جروحه بالزيت ثم أركبه على دابته وأحضره إلى فندق واهتم به وفي الغد أعطى صاحب الفندق مالا وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر أسدد لك عند رجوعي فأي هؤلاء الثلاثة كان قريب هذا الرجل الرجل الذي سعده افعلوا إذن مثله أه دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله كطفل صغير فلن يدخله ومن يقبل طفلا باسمي يقبلني والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم هو أعظم الجميع ترجمة نانسي قنقر هاي ما هذا ماذا يجري يسوع النصري يمر من هنا يا يسوع يا ابن داود ارحمني ماذا تريد أن أفعل لك؟ أريد أن أبصر فلتبصر إيمانك قد شفاك إني أرى عاد بصري إني أرى ترجمة نانسي قنقر هذا الإنسان بالحقيقة لبي ربي وسيدي خلصني يا رب خلصنا خلصنا مجدا لله وبدأ الناس يؤمنون بيسوع المسيح ربنا وكان في أريحة جابي ضرائب اسمه زكا جاء ليرى يسوع لكنه لم يستطع بسبب الزحام فتسلق شجرة انزل يا زكا أريد أن أزورك في بيتك اليوم في بيتي؟ سيدخلوا بيت رجل خاطئ كيف يعرف زكا يسوع اسمعوا أعطي نصف ما أملكه للفقراء وإن كنت ظلمت أحدا أرد له أربعة أضعاف لا أصدق جابي ضرائب يرد المال للناس مستحيل اليوم حصل خلاص لهذا البيت لأن هذا الرجل أيضا من نسل إبراهيم وابن الإنسان قد جاء ليخلص الهالكين اسمعوا سنذهب إلى أورشاليم حيث سيتم ما كتبه الأنبياء عن ابن الإنسان عن تسليمه للرومان عن تسليمه للرومان واستهزائهم به وإهانته وبسقهم في وجهه ثم جلده وصل به لكنه في اليوم الثالث سيقوم حيا ورغم علم المسيح بأنه سيموت لأجل خطايا الناس صعد نحو أورشاليم وكثيرون من الناس فرحوا بمجيئه وهللوا وهتفوا قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي موسيقى يا معلم أطلب من تلميذك السكوت أقول لكم لو سكت هؤلاء فهذه الحجارة لن تسكت السلام أهل مجد القرام ولما اقترب من مدينة أورشاليم ورآها أخذ يبكي عليها أهل مجدد من مدينة أورشاليم موسيقى ودخل الهيكل فوجد الساحة مكاناً للتجارة يبيعون ويشترون فيه ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر حمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر عشروا واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون مكتوب بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتبوه بغارة لصوص ماذا سيفعل؟ أوطفوه؟ أوطفوه؟ نادو الحرّاس نادو الحرّاس وكان الكتبة ورؤساء الكهنة مع وجهاء الشعب يطلبون موته لكن الشعب كان متعلقاً به سمعت أن أناساً كثيرين استقبلوه كملك مالك؟ مالك اللصوص والشحاذين رأينا أمثاله قبلاً جاءوا وادعوا ما يدعي ومضوا ألا ترى أن عدد أتباعي يزداد يومياً؟ الناس يحبونه ويظنونه ملكاً إني أحذركم جميعاً إن أخل هذا الرجل بالأمن ثانية فسأحملكم المسئولية إنه على حق حان وقت مواجهة هذا الجليلي وبينما كان يسوع ينتقد المنافقين من رجال الدين كان أتباعه يزدادون يوماً بعد يوم وكان أعداؤه ومعارضوه يزدادون أيضاً وبينما كان في الهيكل رأى أرملة فقيرة تعطي فلسين تقدمه أقول لكم هذه الأرملة قدمت أكثر من الآخرين لأن الآخرين أعطوا من فضل فيما لديهم أما هي فرغم فقرها قدمت كل ما لديها قل لنا بأي سلطان تقول هذا من أعطاك إياه؟ وأنا أسألكم سؤالاً معمودية يوحنة هل كانت من الله أم من الناس؟ بماذا نجيب؟ إن قلنا من الله فسيقول لماذا لم تؤمن به وإن قلنا من الناس فسيرجمنا هذا الجمع لأنهم يؤمنون بأن يحن نبي في الحقيقة لا نعرف من أين ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا إنسان غرس كرمى عنب وسلمه إلى مزارعين وسافر زماناً طويلاً ولما جاء موسم القطاف أرسل خادمه إلى المزارعين ليأخذ نصيبه من ثمر الكرم فضربه المزارعون ولم يعطوه شيئاً فأرسل لهم آخر لكنهم ضربوه أيضاً وأهانوه وأرجعوه خالي اليدين فأرسل لهم خادماً ثالثاً لكنهم ضربوه وجرحوه وألقوه خارجاً فقال صاحب الكرم ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب فلابد سيحترمون ابني لكنهم لما رأوه تآمروا معاً قائلين هذا هو الوريث لنقتله فيصير المراث لنا أجمل القصة يا معلم فأخذوه خارج الكرم وقتلوه فماذا سيفعل صاحب الكرم بهؤلاء المزارعين؟ سيأتي ويقتلهم ويسلم الكرم لآخرين وإلا فما معنى ما كتب الحجر الذي رفضه البناءون صار حجر الزاوية كل من يقع على هذا الحجر يتهشم وكل من سقط عليه الحجر يصحقه صحقاً يا معلم نعلم أنك بالحق تعلم ونعرف أنك لا تحابي لكنك تعلم ما يريده الله طريقاً للإنسان أخبرنا هل يجوز لنا أن ندفع الجزية للرومان أم لا؟ أرني ديناراً لمن هذه السورة والكتابة؟ لقيصر أعطو إذن لقيصر ما هو لقيصر؟ وما لله؟ أعطوه لله ما جوابك على هذا؟ واقترب عيد الفصح ذكر نجاة بني إسرائيل من يد فرعون وكان على الناس أن يثبحوا خروف الفصح فأرسل يسوع المسيح بطرس ويحنى ليعدى عشاء الفصح شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم أقول لكم أني لا أكله ثانية حتى يتم القصد منه في ملكوت الله مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون يا من تخرج الثمر من الكرمة خذوا هذه واشربوا جميعكم لأنني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله مبارك أنت أيها الرب يا ملك الكون يا من تخرج الخبز من الأرض هذا هو جسد الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم لكن هايد الذي يسلمني تمتد إلى المائدة معي وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه مستحيل غير ممكن ماذا؟ من سيسلمك يا ربك؟ ماذا؟ من سيسلمك يا ربك؟ مستحيل ليكن الكبير فيكم كالأصغر وليكن السيد كالخادم فمن هو الأكبر؟ الذي يجلس إلى المائدة؟ أم الذي يخدم؟ طبعاً ألجالس إلى المائدة لكني أنا بينكم كالخادم أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي وكما أعطاني الآب أن أملك فهكذا أعطيكم لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتملك على أصباط بني إسرائيل الثني عشر ليس هناك خائن إذن سمعان سمعان اسمعني الشيطان يريد أن يجربكم ليضلكم ويغربلكم كما يغربل الفلاح القمح لكني صليت لأجلك لكي لا تفقد إيمانك وما تعدت إلي ثبت إيمان إخوتك يا رب أنا مستعد أن أزجن معك وأن أموت أيضاً أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني هل احتجتم شيئاً حين أرسلتكم بلا مال ولا زاد؟ كلاً أبداً أما الآن فاحملوا معكم زاداً ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفاً وأقول لكم قيل في الكتاب إنه أحصي مع أثمه وما هو مكتوب عني يجب أن يتم يا سيد هو ذا سيفان هنا هذا يكفي واجتمع شيوخ الشعب ليتشاوروا في كيفية التخلص من يسوع ودخل الشيطان في يهوذة الملقب بالإسخريطي وهو أحد التلميذ الاثني عشر وذهب يهوذة إلى شيوخ الشعب وقادة الحرس كي يفاوضهم على تسليم يسوع لهم وفي هذه الأثناء غادر يسوع مدينة أورشاليم وتوجه إلى جبل الزيتون ليصلي صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة وأخذ يهوذة ثلاثين من الفضة مقابل تسليمه لسيده وكان يسوع يعلم أن ساعة موته لأجل خطايا البشر قد اقتربت فصلى قائلاً إن شئت فأجز عني هذه الكأس وأجز عني هذه الكأس وظهر له ملاك من السماء ليقويل وصار عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض ترجمة نانسي قنقر لماذا أنتم نيام؟ انهضوا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة يهودا بقبلة تسلموا ابن الإنسان يا رب هل نضربوا بالسيف؟ هيا قمتوا عليه كفا يا بطرس هل أنا مجرم لتعتوني بعصيكم وسيوفكم؟ في كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمد علي الأياد لكن هذه ساعتكم أنتم وسلطان الشار ترجمة نانسي قنقر أحرصوه جيدا وكان الجنود الذين يحرصون المسيح يضربونه ويهزأون به هذا هو الضوء الملكي تنبأ لنا بما سيحدث هل ستخلصنا يا صاحب الجلالة؟ هل ستخلصنا؟ هذا الرجل كان مع يسوع لست أعرفه يا امرأة رأيته مامان سيدي نحن خدامك المطيعون ما شعورك يا صاحب الجلالة؟ أنت أيضا واحد منهم لست منهم أنا متأكد أن هذا الرجل كان مع يسوع كما أنه من الجليل انصرف لست أدري عما تتحدث عندها التفت يسوع إلى بطرس فتذكر بطرس كلامه له لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني يا رب أتوسل إليك افعل بحسب أعظمتي قدرتك يا رب يا رب أنت الذي غفرت لأبائنا لما عصوا كلامك يا رب يا رب غضبت عليهم لكنك لم تفنهم من أجل محبتك لهم وعهدك معهم وأمانتك أبقيتهم فاغفر لي قل لي من ضربك تنبأ من سيضربك الآن كفى يكفي هذا هاتوه للمجلس هيا واجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب ليستجببوه قل لنا هل أنت المسيح؟ إن أجبت فلن تصدقوني وإن سألت سؤالا فلن تجيبوني منذ الآن هو ذا ابن الإنسان يجلس عن يمين عرش الله هل أنت أيضا؟ ابن الله؟ أنت قلت ما هذا؟ كيف عن يقول هذا؟ بعي سلطان يقول هذا؟ جميعنا سمعنا ما يدعيه سنأخذه إلى بيلاتوس نأخذه إلى بيلاتوس نارى نارى خذوه من غلق تحرك فجاءوا به إلى بيلاتوس أكثر حكام الرومان قصوة وكان قد سلب قبله آلافا من الناس ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ هذا الرجل يفسد الأمة بالدعاءاته وأثار شغبا في سوق الهيكل ماذا سيكون عقابه؟ أحكم عليه لكني لا أجد سببا لإدانته نحن وجدناه مذنبا فهو ينهى عن دفع الضريبة لقيصر ويزعم أنه المسيح الملك حقا؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت تقول ابتدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا الجليل؟ هل هو من الجليل؟ بهذه الحال ليحكم هيرودوس بأمره فهو لا زال في أوروشاليم هيا خضوه إليه ماذا تقول عن نفسك؟ ومن هم المدعوون تلميذك؟ سمعت أنك تصنع المعجزات اصنع لي معجزة يا سيدي إنه يفسد الشعب بأكمله ويزعم أنه الملك هذا الرجل ملك؟ يا صاحب الجلالة قدموا له التحية أعدوه إلى بلاطس فهذه ولايته أعدد الجميع لم يفعل هذا الرجل ما يستحق الموت سأمر بجلده وأطلقه أيها الوالي لقد اعتدت أن تطلق لنا سجينا في عيد الفصح أطلق لنا بارباس نعم وخور هذا الرجل نعم أطلق لنا بارباس أطلق لنا بارباس إنه المسور لماذا تعزبونه إنه المسور إنه لم يفتك الظبا واستمر الشعب يردد بصوت عالم اسلبه حتى استجاب بيلاطس لطلبهم وأطلق سراح براباس المجرم الذي كان مسجونا بتهمة القتل وإثارة الفتن وحكم بصوب يسوع المسيح ارجعوا ارجعوا ابتعدوا للخلف ابتعدوا ابشعوا الطريق ارجعوا ارجعوا ابتعدوا للخلف ابتعدوا ابشعوا الطريق ابتعدوا اغشقوا الطريق تحرك من قابل انهض انهض انت مزمو سمعان القيروان سيدي تعال الى هنا اغشقوا الحبار احملها انا هيا تحرك للخلف للخلف اتركوه ابسحوا الطريق اتركوه اتركوه دcekوه لین والا اتركوه استقيوا نحن نبكيك يا رب اشرب هذا اشرب يا رب يا بنات أورا شليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكنا وأولادكنا إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكيف يفعلون باليابس ليساعدك الله سنصلي من أجلك تحرك ابتعي بسرعة تحرك أسرع أسرع تحرك هيا تحرك بسرعة هيا بسرعة امشو وأنت تحرك بسرعة تحرك 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 بسرعة تحرك 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون خلص كثيرين فليخلص نفسك نعم خلص نفسك ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب اصنع احد معجزاتك وصعب يسوع بين الصين وبهذا تم ما تنبأ به انبياء الله منذ مئات السنين انظروا الى هذا الثوب الملكي اعطيني اياه لا تمزقه اسمه فلنلقي عليه قرعة بيننا نعم لنلعب عليه حسنا لنلعب عليه علي باربعة علي بخمسة علي بسبعة انا ساربحه بل ساربحه انا اه ايوه المحضود ووضعوا فوق رأسه لوحة كتب عليها هذا هو ملك اليهود خلص نفسك ان كنت انت ملك اليهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد نال نفسه عقابنا لكنه لم يفعل ذنبا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس كان الوقت ظهرا وفجأة حل ظلام على الارض لثلاث ساعات حتى الساعة الثالثة بعض الظهر وانشق حجاب الهيكل من غيرها يا أبتا في يديك أستودع روحي ولما رأى قائد الحرس ما حدث مجد الله وقال مجدا لله في الحقيقة كان هذا الإنسان بارا وكان رجل صالح اسمه يوسف الرامي عضو في مجلس الشيوخ لم يكن موافقا على صلب المسيح فذهب إلى بلاطس وأخذ إذنا كي ينزل جسد يسوع ليدفنه قبل حلول السبت قبل المغيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اسمح لنا نريد رؤية جسد الرب حاصلا لكن هيا فالسبت يدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي يوم الأحد عند الفجر أتينا القبر حاملات معهن عطورا وأطيابا كنا قد أعددناها فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام أذكرنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل سيسلم ابن الإنسان ليد الأشرار فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم حيا اسمعوا الحجر قد تحرج من مكانه فدخلنا ولم نجد جسد الرب هناك ماذا جسد الرب اختفى؟ ثم فجأة ظهر لنا ملاكان يا المعان مثل الشمس وقالا لنا لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ نقول الحق هذا صحيح صدقونا رأيناهما اذهبوا لتروا بأنفسكم القبر فارغ والرب ليس هناك بوترس يجب أن تصدقونا اشتركوا في القناة وظهر يسوع المسيح لاثنين من تلاميذه فرجعا بفرح إلى الآخرين لقد قام الرب حقاً وقد ظهر لبوترس لما رأيناه في الطريق لم نعرفه لكن لما كسر الخبز عرفناه في عمواس ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا ها يداي وقدماي إني أنا هو جسوني وانظروا الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي هذا ما أخبرتكم به قبلاً لما كنت معكم أنه لا بد أن يتم فيها ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير هذا هو المكتوب أن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث وسيكرز باسمه برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض بدءاً من أرشاليم وأنتم شهود لذلك وهنا أرسل إليكم معد الله الآب فامكثوا هنا حتى تلبس قوة من الأعالي ترجمة نانسي قنقر سلام لكم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بجميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابن وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله وهكذا كان يسوع ابن لله ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته إذ شف المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهراً الموت قال يسوع عن حياته ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة فقد قال الأنبياء قبلاً إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتاً في السماوات ويسوع نفسه قال السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة لكن الإنسان عصى الله في جنة عدم مختاراً أن يحيا كما يريد وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا ويعلن أن عقاب الخطيئة هو الموت أي موت روحي بابتعاد أبدي عن الله لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عيوضاً عن ابنه هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنه وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطيئة وهذا لا يعني اتباع دين جديد لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك أيها الرب يسوع أنا أحتاج إليك أشكرك لأنك مدت على الصليب لأجل خطاياي أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً أنا أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه بينما أصبح واحداً من أتباعك آمين قال يسوع عمن يؤمنون به خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه وتذكر وعده الرائع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر